السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر اليوم راح تشوفوا معي وصفة تاقراتها تاعل عجائن ولا ليبات ولا المقارن كما نقولولو القراتة هادي يجي بسف بنين راح تشوفوا الطريقة تعوش حال سهلا يعني إذا كنتم مزلوا بين توجدوه ليه اللي هي وجد خليكم تشوفوا الوصفة وانتمنى تعجبكم أول حاجة هنا كنت حطيت القدرة تاعي والصفاية تاها فوق النار عمرتها بالموخ اللي تلمع ذاكي الحق تل درجة الغالة وعندي كميات هنا وعندي 400 قرام تاعلية بوت ولا العجائن هنا يستعملوا اللي تحبوه وما أنا استعملت هادي اللي يجي على الشكل بابيون راح نحطوه في المغلي هادايا وراح نزيد له كميات عن الملح ونخليه يطيب بين 10 حتى 13 دقيقة أنا دايما ندقل الحبة نشوف هيدا طابت نطفي عليها النار هاكذا كيمقلكم راح نخلي دوكال العجائن هادو متاعي طيبو ومبعد كيمشوفهم طابو راح نصفيهم من المتاحهم ونخلي كميات قليلة تعلمة يعني واحد نصريت له هاكذاك تعلمة نخليها بجاه نروح واللاصوس اللي راح نديروها مع القراتة هادا اول حاجة احطيت المقلة تاعي فوق النار راح ندلها شوية تعزيت شو حالت عليها النار بيانسور وراح ندير لها المكوينة لكم تشوفوا فيهم عندي البصل والفلفل الحلو راح ندير البصل والفلفل كيف كيف ونزيد تاني كعندي توم دوكتوفوه طبع عندي واحد ثلاثة سنينات هاكذاك البصل عندي واحد حبة تعب بصل متوسطة وعندي واحد زوج حبات تعفلفل مقطعين هاكذا يعني متقطعهمش زعما هاكذاك صغار بزاف ولا كبار بزاف خادش ماش حنسحقوهم منسحقوش شكل تحهم ومبعد عنا حيتميكسو رايح نميكسوهم باش يولونا ينصص لي راح نخلطوهم علي بط هادوك هنا كي مشتو زيت توم وزيت ستاني شوية اعشاب ايطرية لزارب دو بروفنس هادوك حينكوهونا للأصصص تعنا ووش راح ندير نخلي هاد المكوينة اللي حطيتهم على نان متوسطة يتقل وحتوني دبالو كامل وصورت يعني هداك البصل والفلفل شوفوهم دبالو مليح هاوليك البصل والفلفل بعد ما دبال مليح دوكار راح نجين مرقوب شوية الماء هاداك اللي خليتهم من المقارون يطيبنا فيه ولا اللي باطلي طيبناهم فيه قلتلكم قاردي وشوية باش نمرقوبة ندير هنا غير شوية بلس كالفلفل والبصل ما يسحق بزاف مب شوية باش يزدوا يطيبوننا مليح ومبعد نخلي تاني كارح نزيد نحتاج أمباد منه هنا غير نشوف هاداك البصل والفلفل طاب وملح يعني يقدروا يتميكسو انحوهم نحطوهم ديراكتوهمهم في الأشوار ولا تستعملوا روبو للبراميكسر وش عندكم متواما زيتاني كمية ملمة هاداك اللي طيبنا فيه اللي باطلي يعني هادا اللي ما راح يخلينا هادوك المكونات يتميكسو يعني يترحوا مليح ديروا كمية مليحة ومبعد ارحيوا هادوك المكونات مليح تونتو ليون سوس ما فيهاش دوك الحبايبات يعني تعال البصل والا تعال الفلفل اللي يكون نادرناعهم هالطريقة راح تخلي اللاصوس تعانى تجيب بزاف بينينه يعني هادا كل قوت على الأعشاب العطارية التوم اللي بصلوا فيه في كامل يترحوا ويقولوا في هاديك اللاصوس يعني كيتاكلوا هاد القراتة هادا بتستبنوا مليح هادوك المكونات خير مليت حطوهم هكذاك احنا عود نولي للمقلة اللي طيبت فيها اللاصوس تعانى احنا نزيد نديلها شوية عزيز بلا ما تغسلوها اقدك كما نحيتو منها نزيد لها غير شوية عزيز هنا عندي نص در تاج اللي كنت قطعتو اقدك ديمورسو صغار راح نطيبو واحدو في المقلة مع شوية عموطارد عندي واحد مغرفة صغيرة عموطارد معا شوية عموطارد معا شوية عموطارد يعني ما نسحقوش نتبلوها بزاف خادش راح عندنا لاصوس هاديك راح نبعد نديرو لها شوية عموطارد سما الجاج حيتخلط كلش معاه بلا ما تغسلوه ليزي بيس عندي له غير شوية عموطارد ونقله راح نخليه ليطيب هات الجاج هاد احتى وان شوفوا يعني الجاشتاعكم طاب باش نطفيعليه الجاشتاعنا هنا راه وطايبة راح نطفيعليه النار ونحه ونعود نولو المكونات الاخرين اللاصوس والمقارون يعني اللي كنا طيبناهم نوجد ريسيبيو هنا راح نجيب الحاجة اللولى اللاصوس اللي كنا اخدمناها نفرخها هي الولى في هذا الريسيبيو ندر تانيك شوية عمعد النوس اللي كنت قطعت ورقيق ونزيد تانيك شوية عمال ملح هنا ما تنسوش بليل بصر وفلفل ما دلنا لهمش الملح اسما ديروا حسابكم وراح نزيد تانيك شوية عمال كحل اه توابل يعني هادو ما اللي راح نديرهم فيها ما تنسوش بتانيك دلنا عشاب عطرية راح نكهولنا اللاصوس تعنا وراح نزيد تانيك الاكرام اللي كيت يعني الاكرام فراش اللي كيت كريمة سائلة ندير تقريبا واحد نص كاس تلكاس لحسب الكمية اللي درتوها يعني نص كاس تلكاس غربة تكفي اللي الكريمة هنا هالي راح تخلي لاصوس القراتان تعكم ماذا تعليه بط يجي كريمي يعني يجي خفيف يجي بنين ونخلط وراح نزيد تانيك شوية عمال ما هادك قلت لكم تقريبا ما نص ريت له اه بين 400 حتى 450 ميلي ليتر انتم ما زيدوا وشوفوا عينكم ميزانكم هكذاك تكون ينصوش شوية تقيلة ومشي خفيفة بسافة اراح نضيف تانيك شوية تعفر مجرابي بانسوش شوية الداخل ومنساش باش ندير فوق القراتان القراتان هو الصح يعني القراتان بلا فرمج من فوق ماشي قراتان اه وراح نضيف تانيك هادك الجلس اللي كنا طيبناه ومن بعد نضيف المقارون وخلط يعني هادو كليبات اللي كنا طيبناهم وراح نخلط كلش معه بعد كما راكم تشوفوا الطريقة تاع هاد القراتان ده بزاف سهلة وهاد لاصوس اح تجيب سب سب نينة اتمنى تجربوها اه خير ما تديرو ينصوش بشان مرولة بهاد طريقة جي هائلة اراح نضيف الكميات على المقارون اللي كنا طيبنا ونخلط كلش معه بعد الفورتي عائلته هنا يسخن على ميتين وعشين حتى الميتين وثلاثين دارة جاب شغلين كما نخلط الليبات التوعي مع هاديك اللاصوس راح نفرخهم ديراكتو من في مول تاع قراتان اللي كنت دهنتو بشوية تعز بده ومبعد باش ندخلو الفوري تي قراتي هنا هنا لا ننساش بش ندير تانيك الفرماج من الفوق يعني غير نحط نفرش كامل هدك القراتان تاعي نزيد له من فوق الفرماج نغطيه بالفرماج اكدك باش يجي الشكل تاعه يشاهي وتانيك حيزيدنا في البنة هنا كم تشوفو هاد القراتان تاعي بطق بلما نديرلو الفرماج من الفوق بلما ندخلو يتقراتينا في الفرد يشاره يشاهي يعني كي خرج من الفرد شوفو راح بزاف بزاف يشاهي وبينين نديرو دوك الفرماج كي ما قلت لكم فرماج رابي من الفوق نغطيه شوية بالفرماج وراح ندخلو للفرد وهنا بالنسبة للناس يتسخصين على الفرماج يستعملو في القراتان نستعمل القودة القودة هو اللي يعطيه بنا للقراتان يجي هكذا كي يتجعد وتانيك كي نخرجو جسد ما نخرجو من الفور اننا نرشع له شوية تاعي زرب دو بروفنس اعشاب يعطي ليها تانك احتاطيو حد الريحة وتزيد في البنات على القراتان تاعكم ندخلو للفور يتقراتينا بيان ونبعت نشوفوه بواجد هاوليك القراتان تاع العاجة ان القراتان تاع ليبات لي كنا حضرناه كيف كيف اراهوا مازالوا سخون يعني الريحة تاعو راهي تتعبق راهي تشاهي بزاف يعني الريحة تاع الفرماج مع الاعشاب العطرية يشاهي بزاف نتمنى يكون عجبكم واذا عجبكم بتنسوش اديروا الناجم طابوني وتفعلوا الجارس باش لحقوكم الواصفة تقدروا يدحب بيتوين تانيك تبارتاجي والوصفة وما تنسوش تتابوني في القروب فيسبوك والأبواش فيسبوك تاعي ومام لانستغرم تاعي اللي راههم لتحته في صندق الوصف ولحقنا نهاية الوصفة ومقالوين قولكم تهالله فيروحكم وسنو الوصفات اللي راههم جايين ان شاء الله وتبقوا على اخر